تعرفوا الناس لكل العلاقة الوطيدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبرئيس الجمهورية قيس سعيد واد نوردينة طبوبي الأمينة العام للاتحاد دفع على رئيس الجمهورية في خضم المشاكل هذي الكل والمأزق الدستوري اتهم رئيس الحكومة ورجل الغنوشي بأنه هو اللي عطل في سير دوليب الدول نوردينة طبوبي قال اللي الحل بش يكون في الساعات القليلة القادمة ورجح أنه الحل للخروج من الأزمة اللي تعيشها تونس موجود في القريب العاجل على حد تعبيره قال اللي موقف رئيس الجمهورية في مجلس الأمن القومي بخصوص اليمين الدستورية كان واضح وقتلي قال أطلب من الوزراء الجدد بكل احترام التراجع عن هذه المواقع للخروج من هذه الأزمة سهلة الحكاية بش نخرج من مشاكل هذي الكل وأوضح إطبوبي في تصريح حالي أنه كل رئيس حكومة لازم بش تحيط به مجموعة من الأحزاب وقال لم أجد المفاوض الكفء والمسؤول الذي عندما يأخذ ملف يتجه معك في نفس التمشي وتابع أنه لا نعرف قيمة بلادنا ولسنا مدركين بأن الوضع إذا تواصل بهذا الشكل فإن الشعب هو الذي سيدفع فاتورة كل هذه التجاوزات يدوء ذن الوزراء اللي تتعلق بهم شبهات إنهم هما من تلقاء أنفسهم يتنزلوا على المهمات اللي تم تكليفهم بها بش نخرجوا من الأزمة الصعيبة هذه نتجنبوا مزيد من الاحتقان ومزيد تكليف رئيس الجمهورية الذنب هذي كله فما أطراف تحب تنحيه من قصر قرداج بيتهم ارتكاب خطأ جسيم وعدم تطبيق فصول الدستور ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم